تعود مدينة مصرات اليوم إلى سيناريو انقطاعات التيار الكهربائي الذي لطال ما شكل مصدرا للقلق والاضطراب بين سكانها حيث تتزايد حالات انقطاع التيار بشكل متكرر وبحسب أحد المواطنين فإن الانقطاع الأخير خلف أضرارا على مستوى الأجهزة المنزلية والمواد الغدائية مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين وأدى إلى تعطيل الأنشطة التجارية والصناعية في المدينة نعاني من انقطاع التيار الكهربائي وبصورة متواصلة مش مرة والله مرتين والله ثلاثة والله لأن في ناس حتى أنا في سد عندها مكيفات التلاجات ليس في سد عندهم ونعدم عندهم بعض المحلات في انعدام لهم اللي ما عندها شيء مطلع طيضة يعاني ردا على هذا الوضح خرج العاملون في فرع شركة الكهربائي بمصراته ببيان اتهموا فيه رئيس مجلس إدارة الشركة محمد المشاي بالمسؤولية عن الأزمة الحالية قائلين ان المشاي فرض حصارا على المدينة منذ تسلمه لمهامه حيث اوقف صرف المواد اللازمة لتطوير عمل الشركة واخر ملامح هذا الحصار بحسب المحتجين نقل المحول الكهربائي المورد لصالح منطقة الدافنية وارساله إلى طرابلس رغم الحاجة الملحة اليه اننا نستغرب وبشدة الحصار الذي يفرضه رئيس مجلس إدارة الشركة على مدينة مصراته حيث انه منذ استلامه للعمل بالشركة اوقف بشكل كامل صرف جميع انواع المواد المختلفة والمستعملة في تطوير العمل بالشركة العامة رغم الحاجة لها بيان العاملين تبعه بيان آخر لملتقى مصرات الجامع طالبوا فيه المشاي بصرف المخصصات اللازمة للتطوير وصيانة المحولات وترميم الخطوط الحيوية وإعطاء الميزانيات المقررة لفرع الشركة بالمدينة معبرين عن رفضهم للتهميش المتعمد للمطالبات المتكررة وتلبية الاحتياجات المطلوبة من قبل المختصين بالشركة وفق البيان نوجه الدعوة للسيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية للتدخل للتدخل العاجل لوضع الحل الجدري واتخاذ القرار المناسب كما ندعو السيد النائب العام باتخاذ كافة التدابير اللازمة للتحقيق في كل ما ورد من شبهات حول رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الكهرباء من جانبها بررت الشركة العامة للكهرباء الانقطاعات المتكررة في المدينة بأنها ناتيجة عن الاستهلاك الكبير للطاقة من قبل الشركة الليبية للحديد والصلب وهو ما دفع الأخير لنفيه كلية مصراتا لم تكن الوحيدة فأحياء من طرابلس وبنغازي وحتى مدن جبل نفوسا هي الأخرى تشهد انقطاعات في التيار الكهربائي تراوحت من أربع إلى عشر ساعات يوميا أرجعتها الشركة لأضرار أصابت الخطوط الرئيسية نتيجة لعمليات الحفر المخالفة إضافة لتهالك بعض الخطوط الأرضية الممتدة لمسافات طويلة وعلى الرغم من الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الميزانية العامة دعما لقطاع الكهرباء إلا أن أحوالها لم تتبدل كثيرا رغم التوريدات وأعمال الصيانة التي تعلن الشركة عن تنفيذها طيلة الأشهر الماضية يبقى السؤال الذي يتبادر في أذهان المواطنين متى تنتهي هذه الأزمة